موسى لتردت الوالدة أنا ما كنتش في الجزء اللول أنا لتحقت في الجزء الثاني في دور هناء الكناني التجربة أنا بصراحة كانت مفاجأة ليا يعني ما كنتش كنتظرها فاش تصلوا بيا من أجل الكاستينج دوس الكاستينج وأنا ما عارفاش قاعد يالش فاش تصلت بيا المخرجة وخاتلي ركا ستكون معايا إن شاء الله هذا العام في دوزيام سيزون دي رضاة الوالدة ما مطيقتش لأن أنا كنت ملفان ديال الجزء اللول وتفرجت له عن ظهري قلب ومتخيل شراس يعني ولو اللحظة أني غدي نكون من الأبطال دياله نون كانت مفاجأة زوينة وحدات لي غير بزاف دي الأشياء في حياتي أول حاجة ضفتها هي دور جديد وأنا ديما كنقول أن مني كي تزدنا دور راه بحل ذاتنا حياة جديدة كنعيش حياة ديال واحد الإنسان واحد آخر لي رضا ما كانت تخيلوه أولا مني كنقرأوه كي أعطينا واحد صورة ليكن جسدوها فهدي أكبر إضافة ثاني حاجة هي أني تعرفت على جمهور أوسع يعني كانوا كيعرفوني واحد الناس قلال ودابا الحمدولله بشوية بشوية كيعرفوني ناس أكثر صنفعي بلديغ أفاش كيتلقوني ناس وزدنقاوا كيعرفوني استيغطوا الدرري الصغار معرفت شعر كنفرح بزاف مني كيعرفوني الدرري الصغار كان واحد نقطة مشتركة ما بين نجوم ديال المسلثة اللي رضا تلواليدة وصبح الله العظيم بحلا اختارهم يعني بالميليمتر كلهم ضريفين وكلهم كلهم ولوا أصدقاء زيما بدون ستتناء وحتى هالي عندهم تجربة طويلة قبل مني وأنا كانت من المعجابين ديالهم قبل وكنت كانت منت لقاهم تصور معهم فنهار خدمت معهم ما حسيت شقع بالفرق وحسيت براس بحلا كان عارفهم من جحال هذه كلهم ما شاء الله زيما متواضعين وضريفين وكانت من أخدم معهم مرة أخرى ان شاء الله شو أقول لك أنا اليحد الآن في حياتي بقى ما درتش العرس بقى ما عمرني ما برز ودرت العمارية وذلك شي ولكن في هذا العام بحلا نكون بودية للزواج فين أي عمل كنشارك فيه ينطي يجوزوني ولا يخطبوني أو لي يعني طريفة والبنات مش كي يحسدون غير يعني عشبت من هذه الفكرة شغطوا أن الممثلين اللي كانوا معايا كما قلتي كلهم تبارك الله زوينين ما جابوش لي شي واحد خائب هذا شيء عليش أنا بارتجيتها وكتبت عليه هذا التقليق ديال البنات ما تحسدونيش وخاكك ما يكنت منهم كاملين زي ما كل واحدة تزوج بدك اللي كتبغي ويكون زوين بتيخرجوا ولدها زوينين ما يمكنش نتكلم على أحسن زوج حيات ما تزوجش فيهم فينالمون غير يعني المشاهد ليش بتوفت الفزاهي اللي كانت ما كينش شي حاجة أكتر ناصر صديق من الأيام ديال المهد العليف المصرحي بتنشي التقافي ربما هو أقرب واحد ليا فيهم لأن ديجا كنت عنا تجربة واحدة أخرى أمسامبل ديال الفيلم تلفازي الخطيب وليتا هي جوجنا فيها وهي اللي جوجنا فيها ضياخ وأما كاريم خلاص كنت نعرفه في الجزء الأول وممتيل تبارك الله رائع وأنا كنت حشمانة منه فاش كنت كلاب مع هالسين اللي فيهم اللي فيهم ديسانساسيون ودلامور كنت شوية محرجة منه وحيث أول مرة وحيث كي ما قلت لك نجم تبارك الله وحاتم كان اكتشاف زوين ما كانش فرصة أننا نتعرفه مدة طويلة ولكن غير في التغناج وهو تبارك الله بين على قدرات كبيرة كنت نقولهم لا ما ديراش هكذا كاع حد الإنسانة طيبة بزاف ولي اعلق بها على لسانها وبالعكس عندها واحد الحنية زايدة ربما كنت نسميها في المثلثة للماما ولكن أنا مني اشتغلت معها كنت نحسبيها بحل ماما بصح وكنت أعتقدوني أنا غجي بوزيتيف بزاف في التغناج أنا كنت ندير تخمينات ديالي بحل الجمهور يعني مني نشفت لفانت أنا بانو ليا حويجات اللي ممكن يطوالوا وبانو ليا علاقات اللي تقسات جديدة مثلا كعلقة هناء بحاتم الولدات ديال كريم ممكن يكبروا بانو ليا بزاف ديالي بيست ولكن ما نقدرش زيما نجزن بأن را غاري تكون جزء ثالث حي تحتانا ما عارفهاش وهذي كيبقى قرار ديال المخلجة وديال الإنتاج طور الانستان كان وجد مسرحية جديدة سميتها أمشاج مع فرقة من مدينة فاس وغا تكون عنا لابان برميار إن شاء الله في 25 جوان في مركب الحرية في فاس وغا تكون انتوغني في المغرب كامل طور الانستان كانين خمسة ديال العروض وبعد يكونوا عروض وحدين أخرين إن شاء الله والمعلومات كاملة ركينا في لاباج انستاغران وحتفل تجديل الفرقة أنا بصراحة ما جاش لبالي هذك البعد اللي تعطى يعني هذيك القراءة اللي ادارت الإشهر أو للكليب إشهر لأنه بصراحة كان عاجبني لغيت ما كانت عاجباني الأغنية وما درتش هذ القراءة ما غن حكمش عليها واش غالطة ولا صحيحة ما أنا مدرسهاش ما كان نوزه تحية كبيرة للجمهور موسيقى 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 موسيقى